وفي منطقة التلال افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الاثنين وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن السلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة افتتح سموه مدرسة فكتوريا الدولية إلى التفاصيل في منطقة التلال وضمن مساعي سموه الدائمة لرفض كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة بأحدث المؤسسات الأكاديمية والتعليمية افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة افتتح سموه مدرسة فكتوريا الدولية عقب إزاحة الستار التقليدي إذانا بالافتتاح تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المدرسة ملتقيا سموه الطلب من مختلف المراحل مطلعا في الوقت ذاته على ألية التدريس في مختلف الفصول ومتعرفا على مستوى وطرق تعليم الأطفال ومدى اندماجهم مع المناهج الدراسية وزار سموه قاعة المسرح مطلعا على محتوياته ومرافقه المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تساعد المدرسة على تنظيم الفعاليات والأحداث التعليمية والترفيهية كما اطلع أيضا سموه على القاعة الرياضية المكيفة ومتحويه من أجهزة بدنية ورياضية يستفيد منها الطلب واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بزيارة قسم الفصول الابتدائية مشاهدا جزءا من الحصة الدراسية وتفاعل الطلب مع ما يقدمه الأساتذة من مواد دراسية متنوعة يستخدم بها التقنيات التعليمية الحديثة والتفاعلية ما ينمي من مهارات طلاب والطالبات ويرسخ المعرفة لديهم وتعد مدرسة فيكتوريا الدولية بمنطقة التلال الفرع الخامس للمدرسة في الإمارة والذي يبلغ استعابه ألف طالب وطالبة إذ يتكون من المبنى الإداري ويضم مكاتب وغرفة اجتماعات وغرفة تدريب وغرفة للإسعافات الأولية وغرفة للأطباء ومرافق صحية وخدمية بالإضافة إلى مركز التعلم المبكر وفصول الرياض الأطفال والتعليم الأساسي وغرف المعلمين ومركزا للابتكار بالإضافة لمركز للعلوم والتكنولوجيا والموسيقى وساحات ألعاب مغطى ومسبحا ومرافق صحية وقاعة متعددة الأغراض عقب ذلك انتقل صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم لتوقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الشارقة وولاية فيكتوريا الأسترالية التي مثلها رضوان جدوت سفير كومن ويلث أستراليا لدى الدولة والتي تنص على استمرار التعاون وتوفير مناهج دراسية ودراسات البكالوريا الدولية لطلبات المدرسة وبحسب المذكرة ستقوم ولاية فيكتوريا بمتابعة آلية وطرق التدريس في المدرسة من خلال رجان مختصة ستعمل على مراقبة وتقييم سلسلة المدارس في إمارة الشارقة للتأكد من تطبيق المنهج الأسترالي على الطلبة في المدرسة بالإضافة إلى البرامج التدريبية لتطوير مهارات الكوادر كافة الافتتاح حضره إلى جانب سموه كل من الشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وردوان جدوت سفير كومن ويلث أستراليا لدى الدولة وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعدد من المسؤولين في القطاع التعليمي والسلك الدبلوماسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر